الإشارة العصبية تكمن وظيفة الجهاز العصبي في استقبال الإشارات التي ترد من مختلف أعضاء جسم الإنسان والعمل على تفسير هذه الإشارات وتنبيه الجسم بحدوثها فهل تعلم كيف يتم نقل الإشارة العصبية؟ يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بمثال عملي وهو عملية التبول حيث تبدأ هذه العملية بتراكم البول عبر الحال بين في المفانة والتي تحتوي جدرانها على مستقبلات حسية تتأثر بكمية البول الموجودة فيه فعندما يصل حجم المفانة إلى ما بين 150 و400 ملي تبدأ جدرانه بالتمدد وتخرج المستقبلات في جدرانه إشارات عبر النخاع الشوكي إلى المخ الذي يعطي الأوامر بحاجاته إلى الإفراغ ولكن بصورة غير ملحة وبالتالي يتم التحكم بمنع خروج البول لكن متى ما وصلت كمية البول إلى 400 ملي ترد إلى النخاع الشوكي إشارات ملحة وعاجلة ليتوجه الشخص إلى دورة المياه لإتمام عملية التبول وذلك بتلقي المفانة أوامر من المخ تؤدي إلى استرخاء عضلة البوابة التي تقع أسفل المفانة فيخرج البول عبر المجرى إلى الخارج